السلام عليكم في الفيديو اليوم إن شاء الله رح يسوي لكم فيديو جديد من سلسلة يوم صحي و رح أسوي لكم فيها بطاطس مشوي جدا لذيذ ويغنيكم عن البطاطس المقلي فإذا حابين تعرفون كيف سويته تابعوا معي أول شي رح أقطع البطاطس فأنا قطعت نوعي من البطاطس بطاطة حلوة للبطاطس العادي بعد كده رح أبدأ أصلي الحصوص اللي رح أضيف عليهم جدا لذيذ رح يعطي لي البطاطس نكها مرة حلوة فرح أضيف بحرات إيطالية وبودرة الثوم و ممكن تستبدلون بودرة الثوم بثوم طبيعي مهروس و أيضا رح أضيف فلفل أحمر بودرة و طبعا ملح رح أخلط هالمكونات كلها مع زيت زيتون فرح أضيف مثل ثلاث ملاعق إلى خمس ملاعق كبيرة زيت زيتون بعد كده رح أصب الخلطة هذه على البطاطس وأقلبها عليهم يعني خلطهم مع بعض ثم رح أدخلهم الفرن نار من تحت على درجة حرارة 180 تقريبا 40 دقيقة وبس هذه طريقة البطاطس المشوي جدا لذيذ وأنا شخصيا سراحة أغناني عن البطاطس المقلي سريع وسهل وجدا طعمه لذيذ وصوص البهارات اللي أضفت عليها أعطاه نكهة مرة حلوة ضروري تجربونا وتقولوا لي رأيكم تحت في الكومنت ولا تنسون تصورون جدا تسعدني صوركم رسلوها لي على الانستغرام أو تويتر حساباتي بالانستغرام وتويتر تقولنا تحت في صندوق الوصف والوصفة كاملة مكتوبة في المدونة أيضا تحت في صندوق الوصف يعطيكم عافية على المشاهدة ولا تنسون سبسكرايب و لايك و مع السلامة